من ناحية أخرى أكدت فرق الإطفاء في اليونان بأنها ستبقى في حالة استنفار ويقضى في مواجهة الحرائق المشتعلة منذ أسبوعين والتي أودت بحياة أربعة أشخاص وقد وضعت دفاع المدني سبعة أقاليم في البلاد في دائرة الخطر الشديد تحسبا من اندلاع حرائق وذكرت وكالة الأنباء اليونانية بأن عشرات ألاف المقيمين والسياح اضطروا إلى المغادرة في الأيام الأخيرة في ذروة موسم الصيف من بينهم عشرون ألف في جزيرة رودس السياحية ينضم إلينا من جزيرة رودس اليونانية مفادنا درويش الطويل والمزيد من التفاصيل حول وضع هذه الجزيرة بعد الحرائق التي اندلعت فيها نعم فضيلة الوضع هنا بالفعل كما تفضلت هناك قلق وحذر من عودة هذه الحرائق مرة أخرى إلى هذه الجزيرة التي بالفعل هذه الحرائق التي أحرقت العديد من المحاصيل الزراعية وأيضا الغابات بمساحات كبيرة جدا ربما تصل إلى حوالي أكثر من خمسين أو أربعين كيلو متر وبالتالي هم أيضا هنا الناس تحدثنا معهم أيضا هم يطالبون الحكومة اليونانية أيضا بتوفير المعلومات الصحيحة حول تدعيات هذه الحرائق ربما تكون هناك أسباب غير حالة التغص ربما تكون هناك أسباب منفعة تفتعل هذه الحرائق إضافة إلى ذلك تحدثنا مع مجموعة من السياحة الذين يتواجدون في هذه الجزيرة هم أيضا يعني يريدون مغادرة هذه الجزيرة في أقرب وقت لا سيما أن المعلومات غير متوفرة لديهم وهم لا يشعرون بالأمان هنا وبالتالي الحذر والطائرات طائرات الأطفاء أيضا رجال الأطفاء الذين يتواجدون في المناطق رجال الأطفاء طائرات الأطفاء لم تتوقف منذ حوالي أسبوعين من عملها وهم يقومون بإطفاء الحرائق التي تتواجد ربما فضيلة لو تسمحين لي أن أقول لك بأن هذه المنطقة دمرت بشكل كامل هذه المنطقة تعد من المناطق السياحية المهمة وبالتالي فضيلة لو تشاهدين الدمار الكبير وخاصة أن هناك صيادين لم يتمكنوا أو لن يتمكنوا أيضا من ممارسة مهنة الصيد خلال الفترة القادمة وبالتالي إذن هناك ضرار كبيرة بعضهم يتحدث بأنهم خسروا أيضا وظائفهم لأن هناك أيضا بعض الفنادق التي أيضا تضررت نتيجة هذه الحرائق وبالتالي الأضرار كبيرة سواء كانت هذه الأضرار في البنية التحدية أو كانت هذه الأضرار في الممتلكات الشخصية أو كانت هذه أيضا الأضرار بخسارة بعض الناس الذين يعيشون في هذه المنطقة خسارتهم لوظائفهم ومصدر رزقهم شكرا لك درويش الطويل على هذه المعطيات حول حرائق جزيرة رودس وما خلفت شكرا